اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة واشار باصبعيه السبابة والوسطى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الاثنين اتولدوا في حي واحد اتربوا مع بعض كانوا جران رغم ان فرق السن بينهم كان حوالي خمس ست سنين ولكن دايما حاسين ان هما تولدوا توأم اتنين اصدقاء اكتر من الاخوات مفيش مرة من المرات حد فيهم ينجح الا ما التاني يحس ان هو نجاحه هو بطل حلقتنا اتخرج فكان اول واحد راح لغاية الجمعة وجاب له النتيجة رغم انه كان لسه في المرحلة السنوية كان صديق يوم فرح بطل الحلقة كان صديقه واقف معاه وفرحان له اكتر من اخوه بعد بطل الحلقة ما تجوز قعد يلح على صديقه كتير جدا ما تقعدش عازب كتير اتجوز انا عايز افرح بيك انا عايزك تعيش سعيد لغاية ما صديق بطل حلقتنا سافر لغاية بلد تانية كان عنده فرصة شغل ليها كويسة جدا واتجوز من هناك وعاش عاش فترة بعيد عن البلد ولكن صديقه كان دايما التواصل معاه ساعدت على كده التفرة التكنولوجية من وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي لغاية ما جه يوم من الايام واتصل بيه صديقه وكان منهار انهيار شديد جدا ليه؟ لان مراته تعبت فجأة تعب شديد وراحت عملت تحليلات فاكتشفت ان هي مريضة بمرض قوي جدا مرض صعب العلاج منه فترة صغيرة جدا وتوفت وده خلى صديق بطل حلقتنا يسيب البلد اللي هو بيشتغل فيها واللي منها زوجته لانه ما تحملش الزكريات والاماكن اللي هم عاشوا فيها مع بعض البيت اللي تجوزها فيه وعاشت معاه سنين طويلة ولكن اخد بناته الاتنين اللي ربنا رزقوا بيهم من مراته دي وقرر ان هو يرجع البلد تاني ووعد اهل مراته ان هو هيربيهم كويس ويصنهم ويرعيهم وعد اهل مراته ان هو عمره ما هيجيب لهم مرات اب تنغص عليهم عيشتهم او تعاملهم معاملة مش كويسة رجع صديق بطل حلقتنا للحي اللي هو تولد منه واخد شقة وعاش قريب من صديقه كانوا مع بعض يوم بيوم لغاية ما يوم من الايام مر على بطل حلقتنا كان من اصعب الايام اللي مرت عليه في حياته زي ما بيقول فجأة وبلا مقدمات بيسمع ان صديقه واخوه وتوقم روحه اللي عاشوا مع بعض حوالي اربعين سنة عشرة ربنا سبحانه وتعالى توفى الراجل توفي وساب بنتين البنت الاولى عندها تلتاشر سنة والبنت التانية عندها عشر سنين هو اللي كان بقلهم من بعد والدتهم ما توفيت الراجل ده كان بالنسبة لهم الام والاب والخالة والعمة رفض انه هو يتجوز وجاب لهم واحدة بالاجر علشان ترعيهم وتقعد معاهم في الاوقات اللي كان بيشتغل فيها وبعد الراجل ما توفى الله الراجل فوجئ بصدمة كانت بالنسبة له اكتر من صدمة فراء صديق العمر وهو ان ارايب البنتين دول او ارايب الصديق اللي هو توفي اخدوهم وحطوهم في دار رعاية اجتماعية ما ادروش يربوهم ما وفقوش ان هم يعيشوا بين اولادهم رغم انهم بنتين يعني اكتر احتياج للرعاية واكتر احتياج للتربية والعناية اكتر حتى من الاولاد البنتين موجودين في التوقيت ده في دار رعاية اجتماعية الصدمة اللي وقعت على بطل حلقتنا خلته قاعد منعزل فترة طويلة مش عارف يعمل ايه خصوصا وان هو عنده تلت بنات ربنا بعت له تلت بنات اصغرهم كان عندها حوالي عشر سنين قد بنت صديقه الصغيرة مراته الحمل عليها تقيل بتراعي تلت بنات وبتشتغل وده مخلي عليها جهد كبير جدا ومخلي عليها ضغط كبير جدا طول الوقت الراجل قاعد يفكر يا ترى اعمل ايه هل اقبل بالوضع واسيب بنات صديقي اللي هم حتى منه وذكرياته اللي موجودة بيننا يتربوا في ملجأ والافضار رعاية اجتماعية زي الاطفال الايتام اللي ملهمش اي حد راح يسأل على اخوالهم وراح يسأل على قريبهم كل واحد منهم بيقوله حجة شكل اللي يقوله انا ماديا ما اقدرش قرعيهم واللي يقوله انه البيت عندي دايق انا ما عنديش مكان واللي يقوله انا مش قادر اشيل مسئولية اكتر من مسئولية اولادي الراجل في عز ما هو متقدر وفي عز ما هو قاعد في حالة عزلة وتعبان جدا من الوضع ده فكر بينه وبن نفسه انه يجيب البنتين دول يعيشوا مع بناته هم بنات صديقه حتى من صديقه الراجل كان تفكيره نبيل جدا وكان تفكيره محترم جدا وكله انسانية وعطف ولكن كان اكتر حاجة عملاله مخلياة مش قادر يقبل على الخطوة دي بقلب جريء هو زوجته شايف ان زوجته ست عندها ثلاث بنات وعندها مسئولية وعندها شغل وعندها ومش عايز يحط عليها حمل زيادة مش عايز يحط عليها مسئولية زيادة علشان هو كمان عنده اوقات طويلة جدا بيقضيها في شغله وبيقول انا نفسي اجيب البنتين دول لانه انا مقتدر ماديا والبيت عندي واسع ممكن اخصص لهم قوضة جنب قوضة بناتي ومش هيدايقوهم بالعكس ده ممكن يكونوا اصدقاء ليهم وممكن يتربوا بنا قاعد فترة طويلة كل ما يقابل زوجته او يعودوا ياكلوا مع بعض هي تبصله وتحس ان في عينيه كلام كتير جدا الزوجة لما بتكون بتحب جزها وربنا اداها قدر من الزكاء الست تبص في عين جزها تعرف عايز ايه تبص في نظرة جزها تعرف اذا كان جواه كلام او جواه امر ما شغله ولا لا لغاية ما وقت من الاوقات الراجل اتفاجئ بمفاجأة ما كانتش تخطر له على بال ومراته بعد ما اكلوا مع بعضه هما بيتغدوا مرة قالت له انا عايز اتكلم معاك كلمتين ارجوك روح دار الرعاية الاجتماعية اللي فيها البنتين وانا هفضلهم اوضة جوا الشقة وجيب البنتين يتربوا معانا جيب البنتين يتربوا في وسط بناتك دول زي بناتك البنات لو هم اطفال دلوقتي سنة واثنين وتلاتة وهيبقوا شابات هيبقوا قانسات اكيد تربيتهم في ده الرعاية اجتماعية في الوقت اللي ليهم اهل وليهم عارف وليهم اصدقاء هيخلي جواهم شرخ البنتين دول ايتام انت نسيت الحديث اللي بيقول انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة الرجل بيقول انا ما كنتش قادر اعمل رد فعل هل اقوم اخدها في حضني هل اقول لها ان انت اعظم زوجة في الدنيا هل اقول لها ان بعد العمر الطويل ده انا كنت متأكد ان انت انسانة جميلة وان ان انت انسانة عمري ما شفت منك حاجة وحشة ولكن دايما الانسان على قد ما بيعيش مع الاخر بيجي موقف معين او بيجي حدث معين الحدث ده بيخلي الانسان يكتشف الاخر من جديد انا دلوقتي بكتشف جزء فيك رائع من جديد بالرغم من ان انت جميلة طول الوقت قد ايه انت انسانة رائعة وزوجة مثالية تسلم الزوجة المخلصة ويسلم كل انسان مماتتش جواه الانسانية وحاسس بالاخر طول الوقت ومختفتش من قلب الرحمة والمودة انا بحييكي وبشكرك وسعيد جدا انه فيه نمازج لسه في حياتنا ما عندهاش اي مانع انها تشيل مسئولية حد محتاج انها تمد ديها لحد محتاجها في اللحظة دي الانسانية من اعظم المشاعر والقيم اللي موجودة في حياتنا الام عندها وقت وعندها مكان والاب عنده قدرة مادية وعنده مكان ايه المانع ان ياخد بنات صاحبه ويربيها في وسط بناته وفي الوقت اللي اقرب الناس ليها للبنات يعني تخلوا عنهم وسبوهم وانتي ربنا هيباركلك في صحتك وفي وقتك وفي بيتك انتو بتعرفوش المسحة على راس اليتيم جزاقها ايه عند ربنا سبحانه وتعالى المسحة والطبطبة على يتيم قد ايه بييجي من وراها خير وبركة ورحمة ومودة وامام وسلام اشكركم على طيب المتابعة وبدعي من كل قلبي ان يعم على قلوبنا السلام والمحبة اشكركم وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشكركم على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة